وفق البرلمان الأوروبي يوم أمس على قانون مثير للجدل لعادة البيئات المتدهورة إلى حالتها الطبيعية وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشان مشروع الحفاظ على الطبيعة الذي جرت مناقشته بشكل مكثف ويهدف قانون إصلاح الطبيعة في الاتحاد الأوروبي إلى تحديد هدف للتكتل لإصلاح ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية داخل التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى إصلاح بحلول عام 2050